سلام من الله عليكم متابعين قناة امي المغرب قامت المديري العام لمراقبة التراب الوطني الديستي التي يترأسها عبداللطيف الحموشي بتجديد مراقبتها على المواضبين على الصلوات الخمس في مقدمتها صلاة الفجر وبشكل خاص على الشباب باعتبارهم فريسة سهلة لشتى أنواع الأدلجة الفكرية خاصة السلفية الجهادية وحسب صحيفة الأيام فإن هذا الإجراء الاحترازي اشتدت حدته خاصة بعد التحاق أستد لمادة الفلسفة بتنظيم الدولة الإسلامية داعشة ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل بالمغرب يذكر أن سياسة الدولة في محاربة الإرهاب انطلقت بعد أحداث 16 مايب البيضاء التي راح ضحيتها 45 قتيلا حيث قامت بتغيير طريقتها في التعامل مع الحقل الديني في المغرب شكرا على المتابعة نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن ترجمة نانسي قنقر